اشتركوا في القناة الميدان حيث ينطلق شوطنا الشوط الثامنة لفية الجعدان الحقايق مسافتنا هي ثلاثة أو ثني كيلومترات نتمنى التوفيق للجميع المركز الأول مايهاب سالم بن عبد الله بن معدن الاكتبي يقدم لنا مايهاب على المركز الأول المركز الثاني القادم بهذه اللحظات والمتسلل بهذا الانطلاق المميز شاهين حمد بخليفة بن سلطان المنصوري قادما بهذه اللحظات المركز الثالث القادم والمتواصل هو أيضا شعار ابو سهيل بالفعل سالم بن سعيد بن غدية الاكتبي يقدم لنا هذا الاسم المميز المركز الرابع الواصل بهذه اللحظات سليل سيب بن عتيج المقعود الفلاسي يقدم لنا سليل والواصل أيضا هداد سيب بن حمد بن سيب باللاحظ الهاجري يقدم بهذه اللحظات والاسامي قادمة والشوط يحمل اسامي مميزة يحمل شعارات مميزة ولكن بن معدن لكن بن معدن يقدم لنا مايهاب يقدم لنا مايهاب سالم بن عبدالله بن معدن والواصل أيضا بهذه اللحظات المتقدم بهذه اللحظات مايهاب أو القادم نعم بهذه اللحظات الباهي سالم بن علي بن خميس الاعويشي ولكن مايهاب مايهاب مع المركز الأول يا بن معدن ركز ركز بهذا الشوط ولكن الباهي الباهي بده يغير الباهي يقدم لنا الباهي الاعويشي سالم بن علي بن خميس الاعويشي وتحرك مايهاب وتحركت الأسامي القادم أيضا متعب حمدان بسري بسالم اليحافي اليحافي والقادم أيضا الأسامي قادم ولكن الفوز حاير حاير الفوز حاير ما بين الجعادين واللعة المنافسة واللعة الشوق عاد ما يهاب عاد عاد بن معدن عاد بالأمتار الأخيرة واليحافي والأمتار الأخيرة الأمتار النهائية ولكن الجحافي مع المركز الأول مع متعب حمدان بسليم بسالم اليحافي اليحافي للمرة الثالثة على التوالي مع الفوزي والانتصار مشكوري الجحافي مشكور باسم الجمهور على الأدالي قدمه مع المركز الأول قدمه مايهاب بالفوزي والانتصار المركز الثاني مايهاب لسالب عبدالله بمعادة المركز الثالث اللي وصلنا هو بطاش حمدان بن علي بن سعيد الهديوي المركز الرابع اللي وصلنا هو شاهين عبيد بن سلطان بن علي بن رشيد خامس المراكز هذا نستخدم نهاية توقيت دقيقتين و59 ثانية هو توقيت متعب حمدان بسرعي بن سالم الجحافي مشكوري الجحافي من قدمه مع الفوزي والانتصار توقيته دقيقتين و59 ثانية تهانينة والناموس لك يا مالك متعب على الفوزي والانتصار وعلى انتزاع متعب للمركز الأول